موسيقى لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية ونبدأ بعد هذا الفاصل السلام عليكم يقول الكاتب رعد أطيا في مقالم بموقع الترا عراق لم نعد نسمع عن اغتيال بالكاتم أو خطف في العراق من قبل الميليشيات لكن المسألة ليست بهذه السهولة على الإطلاق فحتى لو غيرت الأفعى جلدها فهي محافظة على سميتها شديدة التركيز إذ يكفي لدغة واحدة أن ترديك صريعا ومشلولا بلا حراك لكن السم هذه المرة ليس كاتما وليس بالضرورة أن يكون موتا فعليا وإنما موتا رمزيا عن طريق الاغتيال السياسي وهذا الأخير إجراءاته شرعية تماما إنه القانون والاحتكام للقضاء والبقاء على الأيدي نظيفة وبيضاء من كل سوء بمعنى أن الميليشيات سيطرت على القرار السياسي والتشريعي والقضاء في العراق أنت لا تحتاج أن تقتل ضحيتك برصاصة الكاتم وتقضي على أحلامه وتفجع أحبابه وتنهي كل حياته بلحظة واحدة ما عليك سوى اللجوء إلى القانون وأن تدير الحبكة جيدا هل لديك مشكلة في عدد مقاعد البرلمان؟ هل تتخوف من مستقبلك السياسي من رجوعك إلى الخلف والهيمنة من قبل أغلبية لا يمكن التنبؤ بسلوكها ويمكنها أن تبدد كل أحلامك؟ ما عليك سوى تأويل مفهوم الأغلبية أو تأتي بما يسمى الثلث الضامن ومن ثم وبقدرة قادر تغدو أنته أغلبية وتتحكم بالمشهر السياسي برمته لا بل يمكن إقرار موازنة لثلاث سنوات ويمكنك أن تلغي مجالس المحافظات على إثر القوة التشرينية الصاعدة آنذاك ومن ثم يمكنك بعد امتصاص الغضب ونسيان الضحايا وفساد القوى السياسية الناشئة بعمومها وانخراط البعض منهم مع أعباء الأمس أقول يمكنك أن ترجع مجالس الانتخابات بهذه العبارة السحرية الإلغاء ليس دستوريا كل هذه المراحل لا تحتاج إلى حرب أهلية ولا هي مستعدة لإخراج الكواتم السوداء مرة أخرى وليست ثمة ضرورة لإخراج الملثمين من زواياهم الكائبة مرة أخرى ربما هم الآن في مراكز تجارية واقتصادية مرموقة هل تتخوف من شخصيات سياسية يحتمل أن تتمرد يوما ما عليك أن تكون محترفا في النبش في الملفات واختيار اللحظة المناسبة عليك فقط أن تتعلم تكتيكات الاغتيال السياسي من صحيفة المدى نقرأ تقريرا للكاتبة تبارك عبد المجيد بعنوان عراقيون لا يثقون في مصارفهم ومصرفيون يكشفون النقاب عن الأسباب تقول الكاتبة أن أغلب العراقيين يتجنبون إيداع موالهم في مصارف الدولة أو حتى الأهلية يفضلون جمعها في خزائن البيت إذ يعتبرون تركها داخل وسائد النوم أكثر أمانا من استخدام الخزائن البنكية تضيف الصحفية أن بعض الموظفين يديرون مهنتهم بشفافية ومصداقية حيث يقومون برصد المخالفات وتبليغ البنك المركزي ومع ذلك يقوم بعضهم عند رصد المخالفات بممارسة الابتزاز على المصارف وتصل المبالغ إلى 200 مليون أو يتلقون أراضي كتعويض مقابل تسترهم عن هذه المخالفات وتقول الموظفة ساهر شاكر 56 عاما في حديث للمدى ظننت القرض الذي أعلنت عنه الحكومة سينقذ وضعي وسأتمكن من بناء بيتي أخيرا والتخلص من تكلفة الإيجار لكني وجدت أن القرض بات حملا ثقيلا يستنزف داخلية الشهرية حيث وجدت نفسي أقترض لتلبية احتياجات المنزل وترضف أنها تسدد القرض الذي أخذته من أحد المصارف الحكومية منذ خمس سنوات تماما مشيرة إلى أن نسبة الفائدة مبالغ فيها خاصة أنه من المفترض استهداف القروض للطبقات غير المتمكنة إلا أن ذلك زاد من العبء عليه ومن جانبه يعبر المواطن عادل محسن عن استغرابه هو الآخر من وجود أفراد يودعون أموالهم بأمان تام في المصارف العراقية في ظل انتشار الفساد والاستغلال الذي أصبح واضحا ويقول للمدى أنه لا يثق بكافة المصارف الحكومية والأهلية بناء على سماعه للعديد من المشاكل التي يتعرض لها المودعون لافتا إلى أنه يكتفي فقط بتخزين أمواله في بيته بكامل الثقة بوضعها تحت الفراش أو داخل خزانة الملابس ونبقى مع صحيفة المدى حيث يرفض العراقيون إيداع أموالهم في مصارف الدولة لأن هناك عملية استغلال تتم من خلال احتجاج جواز المواطن وسحب الأموال عبره ويتم إخبار المواطن بأن جوازه غير صالح أو عندما يأتي الزبون لسحب أمواله يتم إخباره بوجود رسوم عليها وفي هذا السياق يشير الخبير الاقتصادي أحمد عيد إلى أن القطاع المصرفي في العراق يعاني من تشوهات في هيكلته العامة مثل نقص التمويل وضعف الإيداع النقدي من قبل المواطنين ويعزو سبب تجنب الأفراد للإيداع إلى غياب التسهيلات والعروض التي تحفز المواطنين على وضع أموالهم في المصارف الحكومية أو الخاصة ويؤكد غياب الثقة في القطاع المصرفي من قبل المواطنين مرجعا ذلك إلى السياسة المالية التي يتبعها البنك المركزي خاصة بعد حدوث عمليات تلاعف في أسعار الصرف وعز السلطة النقدية في التصدي لهذه الأزمة هناك مصارف ومكاتب للصيرفة تخضع لسيطرة بعض الأحزاب والجهات المتنفذة ما يجعل سوق المال العراقي والقرار الاقتصادي العام في قبضة تلك الأطراف ويردف الخبير الاقتصادي أن هناك إهمالاً ونقصاً في الاهتمام مع التحذير من انتشار الرشوة والمساومة من قبل موظفي البنوك وأشار إلى الطرق التي يستخدمونها مثل بيع الدولار للمسافرين الذين يدفعون الرشوة مباشرةً بهدف تسهيل إدراج أسمائهم ضمن منصة بيع الدولار نسبة الفائدة التي تطلبها المصارف كبيرة ويشوبها عدد من الملاحظات مشيراً إلى أنه يتم فرض نسبة فائدة ثمانية في المئة لمن يودع أمواله أي ثمانون ألفاً لكل مئة مليون كما يتم أخذ نسبة أرباح تصل إلى ستينة في المئة عند منح القروض وتعتبر هذه النسب مؤشراً على عدم دعم الحكومة للقطاع الخاص عكس مزاعمها من موقع عربي 21 نقرأ مقالاً بعنوان هدم ألف مسجد في قطاع غزة حيث يقول هذا التقرير يأتي تدمير المساجد في سياق تدمير كل مقومات الحياة البشرية في غزة المستشفيات المدارس الجامعات الكنائس الأبراج السكنية من منازل الناس والدوائر الحكومية والبنى التحتية من شبكات المياه والكهرباء والهاتف لم يبقى شيء لم تطله أيديهم المجرمة حتى المقابر تم الاعتداء عليها بتجري فيها ونبشها يقول الكاتب أيضاً ضرب المساجد هو مقصود بذاته لما كانت تقوم به في زراعة القيم الدينية التي تنتج حرية وثورة وتنتج الإنسان الحر الممتلع عزة وكرامة وبالتالي الإنسان الحر القادر على التحرير والوقوف في وجه طغيان المحتل وفجوره ويعبر تدميرهم لألف مسجد هذا الرقم المهول عن غيض صدورهم وأنهم قد فقدوا ما تبقى من عقولهم أناس أصبحوا متوحشين بلا عقل ولا خلق ولا حتى أي صلة بصورة يريدون أن يصدروها للعالم عن أنفسهم ولو تمثيلاً يخالف من طوت عليه صدورهم من غيض وغل وحقد عندما يظهرون فرحهم على مشهد المسجد وهو يهوي بفضل متفجراتهم فإنهم يصدرون بذلك للناس أبشع صورة ممكن أن يحملها إنسان على ظهر هذه الأرض كذلك كما فعلوا وهم يفجرون المشفى المعمدني ومجمع الشفاء وجامعة الإسراء والمربعات السكنية الكاملة للمساجد قداسة خاصة ولها رمزية ذات دلالات عميقة وعظيمة في نفوس المسلمين وكل أحرار العالم إنهم بذلك يوصلون رسالة لكل مسلم بأنك أيها المسلم أنت وما تقدس لا تساوي عندنا ما يزن جناح بعوضة وإن صمت الأمة ذات الدول الكثيرة والثروات العظيمة والأعداد البشرية التي تجاوزت المليار ونصف المليار على هذه الجريمة التي بلغت ألف مسجد مقدمة سيئة جدا فيما لو أقدم الاحتلال على هدم المسجد الأقصى ماذا لو فعلوها؟ هل ننتظر بعض المظاهرات والغضب الجماهري العاطفي هنا وهناك دون التحول إلى فعل حقيقي موازن لحجم الجريمة؟ نشر موقع وكالة بلومبرغ الأمريكية تقريرا بعنوان مقاطعة ستارباكس وكوكاكولا بسبب حرب غزة تعزز منافسيها في شرق الأوسط أكد أن حملة مقاطعة العلامات التجارية الأمريكية مثل ستارباكس وكوكاكولا عززت أعمال المنافسين المحليين لها في الشرق الأوسط ولفت التقرير إلى أن الكثيرين في العالم العربي والعالم الإسلامي مثل فاكستان اندفعوا بغضب ضد الولايات المتحدة وأوروبا لعدم الضغط على إسرائيل ووقف الحرب على غزة حيث توقفوا عن شراء العلامات الأجنبية بشكل خفض من مبيعات بعضها وخلق صداع علاقات عامة لها تراجعت حصة سلسلة مطاعم أمريكان الدولية وهي الشركة المسؤولة عن دجاج كينتاكي وبيزا هات وكريسبي كريم وهارديز في الشرق الأوسط بنسبة 27% في سوق البورصة السعودية وفي الفترة التي أعقبت الحرب حيث توقع محللون أن مبيعاتها ستتأثر بسبب الحرب وهي بحسب التقرير ردت فعل تعكس عصرا جديدا في كيفية إدارة الأزمات في عالم الماركات الاستهلاكية الكبرى حيث يخلط المشترون الغاضبون بين التجارة وسياسات الحكومات ونقل التقرير عن فواز جيرجس أستاذ سياسات الشرق الأوسط في مدرسة لندن للاقتصاد قوله إن عمليات المقاطعة مثيرة لأنها كثيفة وعابرة للدول ويقودها السكان الشباب وحتى الآن سواء ماكدونالدز أو ستارباكس فقد تضررت مضيفا أن الشبان هم من الذين ينفقون بشكل واسع وواعون كذلك في نفس الوقت بما يجري وناشطون جدا وأكدنا فكرة أن الولايات المتحدة تتحابي إسرائيل تؤثر في الحقيقة على هذه الشركات لأن أمريكا متواطئة وأن مديري الشركات هم جزء من الإمبراطورية الأمريكية التجارية والمالية والقوة الناعمة ويشير التقرير إلى أنه في الأردن لا تزال محلات ستارباكس وماكدونالدز فارغة بشكل عام مع أن المقاطعة بدأت في تشرين الأول من أكتوبر الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أساء لحاضرة الدنيا حتى استغاث منهم تراب الرافدين لكن أحفاد ثورة العشرين سيكسرون القيدة ويبذلون المهاجة ويعيدون الحياة لن تكتم الأفواه ولن تحبس الألسن فنحن صوتكم حذرت وكالات تابعة للأمم المتحدة من أن الهجمات المتواصلة على البنية التحتية في قطاع غزة التي تتزامن مع الطقس البارد وقلة الإمدادات الغذائية تهدد بجعل القطاع غير صالح للعايش على الإطلاق وتنذر بأن يموت المزيد من المدنيين أسفر العدوان الإسرائيلي على غزة عن مقتل أكثر من ستة وعشرين ألف فلسطيني وهناك تخوفات من وجود آلاف آخرين مدفونين تحت الركام فضلا عن إصابة نحو سبعين ألف شخص وتشريد معظم السكان البالغ عددهم مليونين وثلاثمائة ألف نسمة الذين يواجهون نقصا حادا في الغذاء والماء والدواء كما أن معظمهم ليس لديه ما يكفي من الملابس أو الأغطية وبالكاد يمكن إيصال المساعدات الإنسانية إلى شمالية القطاع حيث يفرض جيش الاحتلال حصارا خانقا واعتبر مدير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة أجيت سونغاي أن انتقال القصف والقتال من شوارع خان يونس إلى رفح جنوبا سيسفر على وضع كارثي لنحو مليون وثلاثمائة ألف شخص نزحوا إلى المدينة الصغيرة المتاخمة للحدود المصرية في محاولة للبحث عن منطقة آمنة من القصف الإسرائيلي نتابع فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف ترجمة نانسي قنقر بعد ما أكلنا الرعبة في الزلزال يعني كل ما يصير هزي ارتدادية أو مطر أو لمع نخاف نطلع لبرة نلجأ للشارع أو لشي مطرح يكون مدرة نطلع من البيت كنا نحن أول شي نرغب قبل الزلزال لطوابق هلأ بعد ما صار الزلزال صرنا نرغب لبيوت عربية طابق أرضي بس كنا الأبدار يعني أرضية نهاية كويسة ترجمة نانسي قنقر كان الأقبال كويس عادي أو طبيعي فينا نسميه لكن بعد الزلزال بيّن معنا الفرق فصار عنا يعني أحجام عن الشراء المساكن العالية وهون صار عنا النسبة نخفضت يعني عشرة عشرين بالمئة صار أقبال على الأبنية والباقي صار يفضل السكن في الأبنية المنخفضة أو الطابقية الأول موسيقى 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 موسيقى